اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفرض قوة القانون لمنع تكرار المواجهات العشائرية المسلحة في مناطق اخرى وايضا المسئولية تشبيرة على القانون لو القانون يحكم وقانون مضبوط ما كان يخلي هذا السلاح السائب بالشوارع الان سلاح بالشارع سائب فلذلك يتقاتلون أهل البصرة وباشر يتقاتلون غير محافظة فنطلب من الدولة نطلب من وزير الداخلية المفروض يعمم قانون انه السلاح المرخص يسحب كما دعا مشايخ كربلا عشائر البصرة وزعمائها الى انهاء النزاعات الجارية في المحافظة واسناد الحرب ضد الارهاب لكون وضع البلد يتطلب التكاتف وعدم الفرقة واثارة الفوضى الامنية في الوقت الحالي احنا ناشد اخواننا رؤساء القبائل والعشائر في محافظة البصرة الفيحة البصرة العظيمة العاصمة الثانية للعراق انه يشدون ما بين ازرهم يشدون ازرهم يتكاتفون ما بيناتهم في سبيل حل هذه الاشكالات والمشاكل وانا اعتقد انه مشاكل جدا بسيطة ولكنها تتطور حقيقة عشائر كربلا توجه رسالة اخوية لعشائر البصرة ان توجه هذه الرصاصات وهذا السلاح يصدور الدواعش والوقوف مع الهجزة الامنية مع الحجر الشعبي نحن في وقت ليس وقت مناسب لمثل هكذا نزاعات وتفكك عشائري هذه الحالة حقك حالة مرفوضة نطالب عشائر البصرة بالارتقاء بمثل هذه الحالات عشائر البصرة المتنازعة اليوم امام خيار احترام دعوات فض نزاعاتها التي انتقدتها ايضا المرجعية الدينية العليا واكدت على حرمة الاقتتال والترحيل القسري بين العشائر وخيار تجاهل تلك الدعوات ومواجهة مصيرها مع اجهزة الدولة الامنية من كربلاء طارق الطرفي المدى